النجم تامر حسني هو أحد أبرز نجوم جيله من أشهر النجوم في الوطن العربي مواهبه متعددة سواء كان في مجال الغناء أو كتابة الأغاني والتلحين والتمثيل تامر حسني وجهة مشرفة جدا لمصر دبسوته وطلته وكمان مواقف الخير اللي دايما بيعملها وقع الاختيار على النجم تامر حسني ليكون الوجهة الفنية لمصر الكأس العالم لكرة اليد حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد وليها تستضيفه مصر وقام بتصويره على طريقة الفيديو كليب وسط عشر معالم مصر ده بين القاهرة وأسوانه الجلالة بالعين السخنة سيكون أيضا نجم حفل الافتتاح المقام بالصلاة المغطى لستاذ القاهرة كل ده واستعرض استعراضي عالمي ضخم العرض ده هو العرض الأول من نوعه في بلدنا تامر حسني هيقدم العرض مع مطرب الرب مروان موسى ومطربة صعيدة من اكتشافه اسمها هودا الشربيني وده لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية الكليب من إخراج أشرف حمدي طرح النجم تامر حسني الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد حيث أبدع نجم الجيل في الأغنية والتي صورت أغلب مشاهدها على كبري تحيا مصر تامر قدم لنا من خلالها معالم مصر صيحية وشباب وبنات مصر قدمه لنا بشكل يليغ جدا بها أمام العالم الحقيقة الفيديو كليه بشكله مبير جدا وخطف الأنظار أما كلمات الأغنية بتقول الشمس والروح والنيل والأرض اللي تكفي وتشيل ده براح للقاء ملايين على غنوة وأعلام فوق طيرين ارفع إيدك عالي قاعد ليه تعالي إلى باقي كلمات الأغنية إن شاء الله تكون أغنية جميلة وكلنا نستمتع بيها استطعنا النجم تامر حسني أن يحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على اليوتيوب وده بتمن أغنيات من ألبومه خليك فولازي الأغنية راحة حتى الآن من الألبوم هي اختراعه وموطلناش إحساس وفجأة افترقنا وبألف سلامة وكرهتني في الحب وأولني كلام ونفس النهاية وفي جمال كده من ناحية أخرى النجم تامر حسني وجه الشكر لجمهوره وده بعد حصده لأربع جواز من مؤسسة ديرجست وده في عام 2020 حيث حصد جائزة أفضل مطرب وجائزة أفضل أغنية فيلم عن أغنية حلو الكلام وأيضا جائزة أفضل ألبوم عن خليك فولازي وجائزة أفضل دويته عن أغنية اختراع واللي شاركوا فيها النجم محمود الهيسيلي كما كتب النجم تامر حسني على الإنستجرام شكرا ديرجست شكرا لكل حد صوت ما شاء الله على تامر حسني الحقيقة إنسان طيب بمعنى الكلمة مغني ومطرب جميل كمان مواقفه الخيرة ما تتخيرش عنه تامر حسني كمان حقق لنا حلم عروسة وعادها بالغنية في زفافها وقال لها بعتي لي بياناتك تعالوا نشوف تفاصيل الموضوع مع بعض قرر الفنان تامر حسني تحقيق حلم فتاة تمنت أن يغني في حفل زفافها معلنة لاستجابة للطلبة واللي أطلقتها بمواقع الطاقة الاجتماعي العروسة قالت والعروسة على فكرة اسمها نادي حسونة قالت له نفسي تحضر فرح يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك إزاي يارب تشوف الكومنت الحقيقة الفنان تامر حسني شاف الكومنت ورد عليها وقال لها حلم حياتك أحضر فرحك طيب أنا شفت تعليقك وموافق أحضر فرحك ويشرفني كمان ابعتي له كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة وسلامي للعريس باشا وده الشيء اللي بيثبت لنا أن الفنان بس مش صوت أو شكل حل لا الفنان مواقف وتصرفات وأفعال وده مش أول عام الخيري الفنان تامر حسني يقوم بيه بالعكس أم بأكتر من عمل قبل كده علشان كده كلنا بنحييه وياردت وجهه له كلمة بنتمنى للفنان تامر حسني مزيد من العطاء والتقدم والأعمال الجميلة الخيرية أما بالنسبة لأخر أخبار الفنان تامر حسني والفنانة باسم بوسيل أو زوجة الفنان تامر حسني طبعا كلنا عارفين الخلاف اللي حصل ما بينهم الخلاف ده كان من شهرين الخلاف ده كان فيه تفاصيل كتيرة جدا لكن من فترة وبعد ما رجعوا البعض عرفنا موضوع تاني خالص موضوع مختلف وللأسف الفنانة زينة كانت عنصر من عناصر الموضوع ده عرفنا بعد كده أن سبب الخلاف أيضا وجود الفنانة زينة في حياة تامر حسني وغيرت باسم بوسيل على زوجها واعتقد باسم بوسيل أن الفنان تامر حسني هيتجاوز زينة لما كان قائم الخلاف ما بين باسم بوسيل وتامر حسني من شهرين وكتبت منشور ما حدش يبعت لها أي صور لتامر حسني لأن ده مش فارق معيها وقالت إن احنا منفصلين من فترة سألوا الفنانة زينة حاولت تصحي ما بين باسم بوسيل وتامر حسني لحقيقة زينة ارتبكت شوية كده وفكرت وقالت إن هي محاولش ده لأن تامر راجل جدا في بيته وبيحبش حد يتدخل في حياة وهي متقدرش تتكلم في موضوع زي كده أو تصرح بأي شيء لكن أسنت طبعا على الفنانة تامر حسني وقالت إن فيه صداقة كبيرة جدا جدا ما بينهم وإن تامر دخل بيتها ومن زمان وتعامل مع والدها وده شيء نادر وإن فيه صداقة وربطة قوية جدا وعملوا مع بعض كمان أفلام كتير جدا كل ده كويس لكن الشيء الغريب هنا إن الفنانة زينة بدأت في الوقت ده في نفس وقت خلاف تامر حسني مع باسم بوسيل بدأت تنشر على الستوري أغاني الفنانة تامر حسني مع بعض التعليقات عليها بشكل ملفط للنظر فالجمهور استغرب الحقيقة ورجع الفنانة مرحسن تزوجته باسم بوسيل ولكن بعد مرور شهري من الصلح ده فوجينا إن باسم بوسيل بتوجه رسالة لزينة لن يتزوجكي روحي إركني بلاش شو عن طريق ناس نصكم تعلي باسم كم مرفق بغنية مهرجان كزميزة في التونسية علاقت باسم وقالت حاولت أحط غنية عرفي تفهميها علشان الجهل ودلوقتي معادنا مع بعض هنسمع تسجيل الصوت لزينة ورأيها في خلاف تامر حسني وباسم بوسيل ويمكن ده الشيء اللي أغضب الفنانة باسم بوسيل أو زوجة الفنان تامر حسني طبعا التسجيل اللي اسمعتوه معنا ده كان فيه إشارة من زينة لباسم بوسيل طبعا لما باسم بوسيل نشرت مشكلتها مع تامر حسني عبر مواقع السوشيال ميديا من هنا بقى بدأ الجذب والشد والمشاكل عبر السوشيال ميديا ما بين سارة درويش وعلى فكرة سارة درويش هي محامية الفنان أحمد عز وكمان سارة صديقة شخصية الباسمة فردت طبعا سارة درويش تعالوا نشوف مع بعض قالت إيه وطبعا على طول هنا زي كل مرة وزي ما بيحصل كل مشكلة انقسمت القراءة ما بين مؤيد وما بين معارض أما على الرأي الشخصي واللي ممكن ما يعجبش ناس كتير وممكن كمان تختلفوا معايا في الرأي لكن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية أنا شايفة أن حتى لو زينة ما كانتش غلطانة أو كانت بتعتبر أن الفنان تمر حسن مجرد أخه وصديق ليها فلو ده أغضب زوجته أو كانت زوجته باسم بوسيل غيوره شوية على تامر وهي بصراحة لها حق تغير عليه معلش يا زينة نيجي على نفسنا ونيجي شوية على نفسنا علشان خاطر تامر صديقه وأخوك زي ما بتقولي علشان خاطر نحافظ على بيته حتى لو كانت زوجته غيور عليه ونحاول نبعد شوية عن حياته الشخصية وطبعا ده علشان تحافظ على استقراره لأن ما فيش أي صداقة ما بين أي رجل وأي ست غير لما بتكون بموافقة مراته يعني المفروض أن زينة تكون صديق الزوجته ولو ده ما حصلش بيبقى صعب جدا الصداقة ما بين رجل وما بين ست إيه رأيكم؟ شاركوني برأيكم في التعليقات واحنا كلنا كسيدات سوى مصريات أو أي جنسية تانية كلنا كل واحدة مننا بتبقى عندها حتة الغيرة شوية على جوزها ودي للأسف غريزة فطرية في كل الستات فلازم نحترم بعض شوية ونيجي على مشاعرنا شوية علشان الحياة تمشي ونحترم رغبة أي الزوجة بتحاول تحافظ على بيتها وده مش معناه أني بقول أن الفنانة زينة غلطة هي جائز جدا أنها تكون بتتعامل مع تامر زي ما بتقول بمنطق الأخوة أو الصداقة لكن الشيء ده وأغضب زوجته الحقيقة كمان الفنانة زينة عملت مع الفنان تامر حسني أفلام كتير كان منها فيلم الفلوس واللي حضروا الافتتاح مع بعض فيه وكانت موجودة أيضا بسمة بوسيل لكن في العرض لما طلع الفنان تامر حسني يتكلم عن الفيلم ظهرت مع الفنانة زينة وما كانتش جنبهم للأسف الفنانة بسمة بوسيل واضح طبعا جدا أني كان فيه خلاف ما بين بسمة وما بين زينة نتمنى الخلاف ده ينتهي على خير والفايصل في الخلاف المفروض هو الفنان تامر حسني لازم يحط كل أمر من الأمور دي في نصبها يعني يكون صداقته الزينة بشكل واضح وصريح وكمان لازم يحاول كمان يراضي زوجته نتمنى نسمع عنهم كلهم في الفترة اللي جاية كل خير ونتمنى لهم كمان مزيد من العطاء الفني وفي آخر الفيديو بنشكر تامر للمرة التانية على الأغنية الجميلة في افتتاح المونديال ياريت كلنا نواجه كلمة للفنان تامر حسني في آخر الفيديو بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع علي انتظرين إن شاء الله في فيديو أخر من قناتي ياسمينتي اليوتيوب اشتركوا في القناة